مدى سنوات نصح خبراء التغذية بتناول وجبة الإفطار خاصة لمن يرغبون في خسارة الوزن مشيرين إلى أنها تساعد في تحفيز عملية لايث إلا أن بحثا جديدا نسف ما تحدثت عنه تلك الدراسات فما جديده لجابة في تقرير ديماناجم احذروا تفويت وجبة الإفطار لا تبدأ يومكم دون تناول وجبة الإفطار عبارات لطالما سمعناها وأكدت عليها الدراسات الصحية مرجعة ذلك إلى أن هذه الوجبة أساسية وأن تفويتها يؤدي إلى الإصابة بالسمنة ويدفع الشخص إلى التهام مزيد من الأطعمة في بقية يومه كتعويض على مدى عقود وصل خبراء الصحة الحديث عن أهمية الإفطار وتحذير أولئك الذين يحاولون الحفاظ على وزنهم من تفويت هذه الوجبة لكن بحثا جديدا وجد أن أولئك الذين يفوتون وجبة الإفطار يستهلكون 260 سعرة حرارية أقل يوميا في المتوسط وخلصت دراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية إلى أن أولئك الذين يواضبون على تناول الإفطار يستهلكون سعرة حرارية أكثر بكثير من أولئك الذين يفوتون الوجبة وينتهي بهم الأمر إلى زيادة الوزن وكانت دراسة سابقة أشارت إلى أن تناول الإفطار يحفز عملية الأيض ويمكن أن يساعد من يتبعون حمية غذائية على وقف الإفراط في تناول طعام في وقت لاحق من اليوم كما حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة من تفويت بعض الأفراد لوجبة الإفطار لكن الدراسة الجديدة تشير إلى خلاف ذلك فقد وجدت أن من لا يتناولون وجبة الإفطار لا يعوضون ذلك بتناول طعام أكثر في وقت لاحق من اليوم ووجد الباحثون أيضا أنه لا يوجد فرق كبير في معدلات الأيض بين المفطرين وغيرهم ما يشير إلى أنه لا يوجد دليل على أن تناول وجبة الإفطار قد يساعد في إنقاص الوزن بسبب حرق السعرات الحرارية بكفاءة في وقت مبكر من اليوم ووجدت النتائج أن أولئك الذين فوتوا وجبة الإفطار أقل وزنا من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك ما دع الباحثين إلى التأكيد على ضرورة الحذر عند التوصية بوجبة الإفطار لفقدان الوزن لدى البالغين إذ يمكن أن يكون لها تأثير معاكس مشيرين في الوقت نفسه إلى أن تناول وجبة الإفطار يمكن أن يكون له تأثيرات مهمة أخرى مثل تحسين مستويات التركيز والانتباه لدى الأطفال